من بعد هالبسبوسة حتنسوا البرونيز وحتنسوا كيك الشوكولات المصقي حتنسوا كل شي فيه شوكولات غطت على كل شي وصفة كتير طيبة ولزيزة متلانة شوكولات محشية من جوة وهي رطبة وخفيفة بتدوب دوابان بالتم وما بتتخيلوا قداش سهلة ما بدي اي طعب ولا اي مكينات كلكم فيكن تعملوها بالباد وحتنبسطوا كتير بالنتيجة وحتعتمدوا هادي الوصفة ان شاء الله والحلو بالطعمة العيلة كلها يا تاب تعملكم صينية كبيرة وشايفينها الشكل المرتب عن جد شي بيبيض الوجه السلام عليكم معكم سارة في المطبخ بنبدأ بتلاتة بات بحرارة الغرفة ملع أصغير سكر فانيليا ونصف كوب من السكر بنخفق نسوا مع بعضهم بنضيف عليهم علبة من الأشطة ووزنة 170 جرام بالإضافة لتلاتة ربع كوب من الزيت النباتي ملعقتين كبار كاكاو بودرة غير محلة ملعقة صغيرة بيكينج باودر منخولة بالإضافة لرشة ملح وبننا نخلطهم مع بعضهم حتى يمتزجوا بنصحكم نضيفوا معهم ملعقة كبيرة من الناس كافة هي اختيارية بس بتعطي طعم كتير طيب وهلا بدنا نضيف كوب ونصف من السميد السميد هو سميد خشن بهذه الخشونة بس انتبهوا فيه بلدان السميد فيها بيكون أخشن منهاك وحباته أكبر المهم بدنا بها الخشونة مع نصف كوب من جوز الهند المبروش منقلب بهذا الشكل لحتى تمتزج المكونات بشكل كامل وهيك الشكل الأخير للخليط متل ما شفتوا بيضايق بيتحضر معكم وما بدوا أي مكينة هلا للطبقة الوسطانية اللي شفتوها دايبة هي شوكولاة هحط بار شوكولاة رفيع بتستخدموا أنتوا أي نوع متوفر عندكم بس المهم أنه يكون رفيع مش سميك هنحطه متل ما هو جوى الصينية والصينية منمسحها بشوية زبدة حتى ما يلزق خليط البسبوسة نسكب أول شي نصف كمية الخليط منوزعها على الصينية بشكل متجانس وهيدا النص التاني منحطه بوعاء بدنا نضيف عليه بس شوية ماء رخوه شوية صغيرة مش كتير حتى ينمد معكم بسهولة لأن الطبقة التانية من فوق ما فينا نشد برياحة مثل الطبقة الأولى عم بستخدم شوكولات بالحليب الوزن لكل لوح 100 جرام يعني مجموع الشوكولات بها الوصفة 300 جرام واكيد إذا حجم الباريا اللي عندكم دمنوا على قد الصينية ما مشكلة أنتوا بتقطعوا بتحطوا حسب الرغبة كيف بيزبط معكم بس المهم متل ما قلت لكم أنه يكون رقيق مش سميك حتى ما تطلع كمية شوكولات زيادة عن اللزوم وهيدا القسم التاني من الخليط شايفين كيف عم ينمد معنا بسهولة لأنه رخيناه بشوية ماء بس أهم نقطة ما تكتروا ماء زيادة عن اللزوم حتى ما يصير رخو كتير عندكم وتنتزع الوصفة يعني هي بس ملعقتين واي بيكفوا أو شوي أكتر حتى بس ينمد معنا برياحة مستوا هيك على الوجب هيدا الشكل وهلأ بنفوتوا على فرن محمى درجة الحرارة 170 بالرف الوسط بدنا نحطها 15 دقيقة النار من تحت بعدها منطفي علي منضوي النار من فوق تقريبا من 5 دقايق إلى 10 دقايق حتى تحسوا أنه نشف الخليط من فوق التشريبة هي ربع كوب من الحليب المكثف المحلة مكسور بشوية ماء حتى يصير رخو بدنا نحطها على وجه البسبوسة حتى تصير طرية من فوق فيكن تحطوا أي تشريبة أنتو بتحبوها للبسبوسة هالتشريبة حطيتها مباشرة أول ما طلعت من الفرن نتأكد أنها توزعت بشكل كامل وهلأ حغطي عليها وقتركها للبسبوسة حتى شوية تدفى وتطرأ أكتر عنها وهلأ البسبوسة صارت جاهزة فيكن زينوة باللي بتكون يا أنا حزين ببرش الشوكولة إذا بتكون زينوا بهالطريقة بتنطروا شوية حتى تدفى مثل ما أنا عملت حتى مدوا بالشوكولات غري على الوجه أدموها مباشرة هي ودافية لأن الشوكولات اللي جواتها بتكون بعدها دايبة تطلع كتير لذيذة شايفين الشوكولات كمان اللي من فوق بتكون بتاخد تدويبة خفيفة بس غير ما أنه تنحط عليها هي وسخنة كتير بتصير بتصوح الشوكولات على الآخر وأنا بأكد لكم إن شاء الله بس تعملوا هالوصفة حتصير على قائمة لستة الحلويات اللي بتحبوا تعملوها لعائلتكن ولضيوفكن وهيك ما يكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم إن شاء الله تكون عجبتكن الوصفة جربوها وعطوني رأيكم فيها صحتان وهنا ترجمة نانسي قنقر